هل في حد ممكن يتنصب عليه بنفس الطريقة خمسين سنة وراء بعد خمسين سنة خمسين سنة يا مصريين نفس الحكاية بنفس الطريقة بنفس الاسلوب هل ده معقول يعني وبعدين مش مثلا حاجة في السر أو حاجة مش معروفة أو حاجة أرقامة قليلة نحن نتحدث عن في الخمسين سنة دي مليارات مليارات تبخرت وتمضي الأمور بنفس الطريقة واحد يجي يقولك مساء الخير أنا حديك الطاق أربعة أنا حديك الطاق خمسة أنا حديك الطاق ستة في ناس وصلوا وقالوا أنا حديك خمسين ستين في المية على فلوسك هل هذا أمر يمكن حد يصدقه هل ده شيء ممكن حد يستوعبه وكل مرة مش سر الناس كلها ترى كيف يتم النصب عليها وكيف تضيع الأموال ولا تعود ودايما يتقل لهم يقول لهم بس ديها واحدة بس احنا جايبينه حنشوف بس ايه الحكاية وايه الموضوع وبعدين بعد كده حنبقى نرجع لكم الفلوس ولا تعود الأموال ولم تعود أموال أحد في قضية توظيف أموال واحدة ولا حلل وأروانات بلاستيك ولا شيء لم يعود مليم كلها فلوس ولا أحد يعلم أين زابة الأموال يعني الراجل اللي لم الفلوس دي ودها فين هي راحت فين يعني ماشي فهمنا أنه أخدها يعني أنا أخدت منكم مثلا 300 مليون خدتها لي ودتكم منها 50 مليون شبراء اللي هو ايه باجي الشهر الأولاني والتاني قديك 50 وال40 في المية فأنت تقوله البعض بقى الحاو ده عمر أديب بيدي 40 و50 في المية على الفلوس فالناس تروح تبيع أرضها بهيمها دهبها ويروحوا يدوها لعمر أديب طيب عمر أديب صرف منهم من 300 مليون 50 مليون 250 مليون أين دهبت هذا هو السر العظيم عمر ما حد يعرف الحكاية دي الفلوس راحت فين ساعات يقوله ضاعت وساعات يقوله اتصرفت وساعات يقوله حد ضحك على حد وخدها طيب نقطتين محوريتين قبل أن نتحدث عن أربعة مستريحين في أسوار أربعة لموا فلوس من الناس واللي طبض عليه واللي هرب أربعة أربعة في مدة قصيرة وفي بلد واحدة ادفوا والشرفة ويعني أماكن كثيرة في أسوار زي ما حادتكم شايفين كان عندهم ما كان عد فلوس في البيوت موسيقى